وفي هذه المناسبة سرنا يكون معنا عبر ستلاعية من الرياض الأستاذ سلطان البازعي الكاتب الصحفي والرئيس السابق لمجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون مساء الخير وبداية يعني لو تصف لنا الحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية أولا مساء الخير للجميع وكل عام أنتم خير وأرجو للأخوة في البحرية الشقيقة كل تقدموا ازدهار دائم إن شاء الله يعني من استعراضكم الحقيقة في التقارير التي عرضتوها قبل قليل غطيته كثير من نعم ساء سلطان نعم نعم واصل معك ترى نعم فالحقيقة أن رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي أعلنت قبل سنوات قليلة كانت يمكن أبرز خطة حكومية تعطي هذه المساحة للثقافة باعتبارها أحد أهم قومات جودة الحياة والكنوز الثقافية التي في المملكة يمكن أشرت لجزء منها في تقريركم التي هي خاصة بالمواقع الطبيعية والأثار لكن الأهم أيضا العنصر الإبداعي للإنسان وهو الذي تعول عليه كثيرا هذه الرؤية في جعل الثقافة جزء أصيل وكبير أيضا في الإسهام في الناتج الوطني الإجمالي من الاقتصاد السعودي ولذلك يعني قامت وزار الثقافة منذ إنشائها على وضع استراتيجية أعلنتها قبل أشهر قليلة هذه الاستراتيجية تغطي جميع الجوانب الثقافية جميع جوانب الثقافة باعتمادا على التعريف الدولي تعريف منظمة اليونسكو للثقافة باعتبار أنه سيكون هناك 24 تخصص للثقافة ومنها قسمت العمل إلى قطاعات تشمل 14 قطاع ستقوم على خدمتها هيئات متخصصة ستنشئها الوزارة بحيث تكون كل هيئة مقتصة بأحد هذه القطاعات الرئيسية ونظن إن شاء الله أنه قلال العام القادم 2020 سيظهر إلى الجمهور السعودي أولا والجمهور العربي والعالمي صورة جديدة ومختلفة تماما للعمل الثقافي السعودي الذي نؤمله إن شاء الله في المستقبل القريب نعم أستاذ سلطان لا شك أن للرياض دورا بارزا في إثراء المشهد الثقافي في مملكة البحرين يعني من خلال المشاركات الثقافية المتنوعة وفي مختلف المواسم التي تحتفي بها المملكة يعني كيف تعلق على ذلك يعني أولا أنا أعتقد أن المثقفين السعوديين يعتبرون البحرين جزء من المساحة الثقافية التي يتحركون فيها فمعظم المواسم الثقافية في مملكة البحرين يكون للمثقف السعودي دور مشاركة فيها وحضور أيضا للمهتمين كثيرا ونحن نثمن كثيرا دور الثقافة البحرينية في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة وهو دور عريق جدا وقديم وفي المقابل أيضا أرى كثيرا من المثقفين البحرينيين يساهمون في المواسم الثقافية السعودية سواء في المنطقة الشرقية وفي بقية البناطق لذلك هذه العلاقة أنا أعتقد أنها مستمرة وصلة وثيقة جدا ومرشحة أيضا للتطور والازدهار إن شاء الله نعم أستاذ سلطان البازعي الكاتب الصحفي والرئيس السابق لمجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون شكرا جزيلا لك